بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وساو علم الله اللهم وفقنا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتغسر بها أمورنا وتلهمنا بها رشدنا وتوفقنا فيها في سائر الأعمال يا رب العالمين برحمتك أرحم الراحمين أما بعد نكمل قراءة فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي وهو شارح متن الغاية والتقريب لقالي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما وعلوم الشيخين وتلمزيتهما في الدرين أمين وقفنا على فصل وفروض الوضوء ستة أشياء نقرأ الأول المتن ثم نقرأ الشرح مع التعليق فصل وفروض الوضوء ستة أشياء النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجنين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه وسننه عشرة أشياء التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهم الإناء والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة إن شاء الله نحاول نخلص لحد هنا اليوم بإذن الله يقول في الشرح فصل في فروض الوضوء إيه هو الفرد وهل هناك فرق بين الفرد والركن لأن أحيانا نقول أركان الصلاة مثلا ونيجي نقول وأركان الصلاة وفروض الصلاة حاجة واحدة على فكرة فروض الصلاة هي أركان الصلاة لكن في الوضوء ما قالكش أركان الوضوء طب ليه ما قالوش أركان الوضوء في حين الصلاة قالك فروض وأركان هي حاجة واحدة يعني أحيانا يجي في بعض العبادات يقول لك الفرد هو الركن والفرد أو الركن هو الذي ينبني على وجوده الوجود وينبني على عدمه العدم يعني لو موجود يبقى الصحة موجود لو مش موجود يبقى ما في الصحة يعني كأنك ما عملتش هاك فينبني على وجوده الوجود وينبني على عدمه العدم ده الفرد وكذا الركن مساعدة يقول لك الركن هو جزء الشيء المكون لهويته المحقق لماهيته لكن هناك فرق دقيق بين الركن والفرد أن الفرد مثلا في بعض العبادات يمكن تجزئته على بقية العبادة وفي بعض العبادات لا تستطيع أن تجزئه على كل جزء في العبادة كالنية مثلا ندي مثال بالنية النية في الوضوء ممكن مع غسل كل عضو تنوي إزالة الحدث ويصح الوضوء بكده كويس يعني لو أنت بتغسل وجهك تنوي رفع الحدث عن البجر ويبقى ارتفع عن الوجه تيجي تغسل دراعك إيدك تنوي رفع الحدث عن اليد تيجي تغسل إيد التانية تنوي رفع الحدث عن اليد ويجي تمسح رأسك تنوي رفع الحدث عن الرأس وبعدين تيجي تغسل رجلك تنوي رفع الحدث عن القدم ويبقى ده وضوء صحيح من رغم أنك جزأت النية لكن في الصلاة ينفع تنوي مع كل فعل من أفعال الصلاة النية تجزأها ولا لابد تنسحب النية على كل تنسحب على كل قد الفرق بين الركن والفرق وعلى شكل كده قلنا النية مثلا من فروض الوضوء وفي الصلاة نقول من أركان الصلاة لأن في الصلاة النية تنسحب على كل أفعال الصلاة بحيث لو بطل أي فعل بعدها تبطل وهي كمان لكن أنت مثلا في الوضوء لو نويت الوضوء فرض الوضوء وبعدين غسلت وجهك وبعدين غسلت إيدك فلقيت إيدك عليها حائل فهذا الغسل باطل ما يبطلش غسل وجهك زيل الحائل وغسل يهك بخلاب بقى إيه في الصلاة لو بطل أي شيء بعد نية الصلاة عايزة تعيد الصلاة من أولها بالنية من أوله جديد فهمت الفرق البسيط بين الركن والفرق يعني لفتة لطيفة كده عشان تعرف الفرق يعني ما احنا قلنا ما ينبني على وجوده الوجود وينبني على عدم العدم ده الفرد لا إن الركن بقى جزء الشيء المكون هو نفس التعريف ده موجود حتى لو جزأت حتى لو جزأت يعني في الوضوء إحنا بنقول النية فرد ما بنقولش ركن ليه بقى علشان ممكن تجزأها على كله بحيث لو انتقد شيء في أثناءها ما ينقضش اللي قبله قد تبقى لك لكن الركن لا عشان كان ما قالكش إيه أركان الوضوء دي حتة دقيقة وإن كان بعد كتب الفقه يقول لك ركن الوضوء ويقول لك بر لأنه من حيث التعليم والتدريس والعمل مش هينبني عليها مشكلة كبيرة من حيث العمل لكن دي مشكلة بس من حيث الترتيب الزهني فاهمت إزاي من حيث الفهم ها لا 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 الفرد والركن لا يجاز كمان يعني انت لما بتقول مثلا نويته رفع الحدث مطلقا كده فانسحب عليك كله فبقى هو كينه ركن واخد بالك لكن هو حقيقته فرد ليه بقى الفرق الدقيق إننا لو انتقد غسل إحدى الأعضاء لا ينتقد غسل اللي قبله فهمتني بقى إزاي بخلاف الركن المحض يبقى فيه أشياء متمحدة في الركنية هي دي بقى إيه اللي بتلغي اللي قبلها حتى دقيقة حبيت تفهمها ما فيش مانا ما فيمتاش مش هتفرق كتير لأنها من حيث العمل واحد آه واحد تقريبا إلا في بعض التفاصيل في الوضوء هتلاقيها الفرق لطيف يعني فبيقول وفروض الوضوء ستة أشياء انت تجيبهم من الآية اذا قمتم إلى الصلاة قمتم إلى الصلاة معنى النية يعني نويت الصلاة إذا نويت الصلاة فاغسله يبقى بتغسل لكي تصلي يبقى هذه النية صحيحة لأننا لو نويت الوضوء لاستباحة الصلاة بقت نية صحيحة لأننا نتكلم لأننا نتكلم بعد كده في نية الوضوء وأيديكم إلى المرافق تالت حاجة فاصل الوضوء وامسحوا برؤوسكم أدي الرابعة وإيه قال له القراءة الملكية عندهم الترتيب يعني سنة الترتيب الترتيب في الملكية عندهم سنة والمولاة هي اللي فرد عكس الشفعية أيه المولاة عند الشفعية سنة كويس عند الملكية فرد الترتيب عند الملكية سنة ده الراجح عندهم يعني الملكية عندهم لو نسيت تمسح رأسك وتذكرت بعد بعد ما مشيت تاخد مية من على لحيتك تمسح بها رأسك ومتعدش غسل الرجل الملكية كده شفية لأ لو مسحت الرأس لازم تعيد غسل الرجل عشان تراعي الترتيب ها الأحناف الأحناف عندهم ايه الترتيب ضروري ها ما زي الشفعية في المسألة الترتيب ليس طيب كوي لأ لي لأن الواو لا تقتد الترتيب لأن الآية هنا فيها بالواو فالواو لا تقتد الترتيب فهما نظروها لدليل لغوي وقالوا أن الترتيب سنة لأنه فعل النبي أما الآية فتحتمل ولو كان ركن لكان جاء الله سبحانه وتعالى بلفظ لا يحتمل إلا الترتيب واضح؟ فكونوا جاء بلفظ اللي هو مطلق العطف بالواو التي لا تقتد الترتيب دل على أنه يعني يتأتى بغير ترتيب لكن الكمال أن ترتب واضح؟ فالشفعية عندهم قالوا الترتيب واستدلوا الشفعية بالترتيب بطريقة تانية مش علشان الواو قالوا لأنك إذا عطفت مخالف مخالف في وسط المتفق عليه دليل أنك تقصد الترتيب لأنه عطف الممسوح على المغسول ثم بعد ذلك كمل بمغسول يعني عطف الممسوح اللي هي الرأس على مغسول قبله ثم كمل بمغسول بعده وهو الخدمين فلو كان المسألة لا يريد الترتيب لكان قال المغسولات أولا ثم الممسوح أخيرا في امتنى زايفة الشفعية والإمام الشفعي ليه في اللغة نظرة دقيقة لطيفة وعلى شكل قال كونوا فصل بين المغسولات بممسوح دليل أنه يريد الترتيب على قراءة وأرجو لكم على قراءة وأرجو لكم ما احنا قلنا وأرجو لكم بقى ايه على إنها على الخف على الخف نعم فخلاص دي محلولة وقت بقى لك على مذهب أهل ايه أهل الصنة يعني لكن هسان بصر كان يمسح على الرجلين هسان بصر كان يعني باز العياء ويمسح على الرجلين ويمسح على الرجلين والشيخ عبد الله صديقي الغمري شيخ كان يرى أن المسح جائز سواء بخفة أو بغير خفة بس مع استعاب الرجل بالمسح بخلاف الخفة يكفي على ظاهرة يعني من قال بالمسح قال بس يجد استعاب القدم ظاهرا وباطنا واخد بالك يعني ظاهرها وباطناها إلى الكعبين علشان يكتفي بالمسح وإلا في الخف يكفي صاهر الخفة فقط ما عدم استعاب في إمس المسألة طيب هنا باب يقول إيه فصل في فروض الوضوء وهو بضم الواوي في الأشهر اسم للفعل الوضوء الوضوء ده اسم للفعل ذاته وبفتح الوضوء اسم لما يتوضأ به للماء نفسه يبقى وضوء هو ما يتوضأ به وهو الماء ووضوء هو الفعل نفسه زي ما تقول سحور ما يتسحر به اللي هو الزبادي عند المصريين والفول أبو زيت المصريين كلهم أول ما يجي رمضان يجيب لك سطر زبادي كده وهي اللي تعرف على طول أنا شخصيا كنت أبقى ماشي يوم الرؤية في العرب بالعربية والراديو أطلان عايز أعرف سبت رمضان بكرة أول ما لقى الناس اشتريت زبادي يعرف أنه بكرة رمضان وأنا سأقل العربية من غير مسأل حد فهي عادة مصرية معروفة فالزبادي ده يبقى صحور واخد بلك يبقى الصحور ما يتسحر به صحور استقاذك من النوم عشان تأكل ليلا هو للفعل نفسه كذلك فطور وفطور ونفس الحكاية فهنا نفس الحكاية وضوء هو ما يتوضع به ووضوء بالضم بضم الواو هو الفعل ذاته ويجتمل الأول اللي هو الفعل ذاته على فروض وسنن وذكر المصنف الفروض في قوله وفرض الوضوء ستة أشياء وفروض الوضوء ستة أشياء أحدها النية النية لها حقيقة وليها حكم كانوا الزمن يعلمونا كده مش يخنا أقول لك النية لازم تعرف فيها عدة أشياء حقيقة حكم محل زمن حقيقة حكم محل زمن وإيه وكيفية وشرط ومقصود حسن ستة حاجات سبع حاجات يبقى عشان كنت تتكلم عن نية لازم تعرف سبع نقط فيها يبقى تفص حقيقة حكم محل زمن كيفية شرط ومقصود حسن حقيقة حكم محل زمن لازم تعرف إيه حقيقتها وإيه حكمها وإيه محلها وإيه زمن وإيه شرطها وإيه مقصودها كويس لن تجد هذا الكلام إلا عند الشفعية كويس فصلوا ها حقيقة حكم محل زمن كيفية وشرط ومقصود حسن كيفية وشرط ومقصود حسن نمسك كل حاجة واحدة حقيقة حقيقة النية هو الفعل القصد المطابق للفعل القصد المطابق للفعل لما تقصد الشيء في وقت فعله دي اسمها نية طيب لو قصدت الشيء قبل فعله اسمها عزم واضح يبقى أنت لو أنت ماشي في الشارع رايح تصلي العشاء الناس العوام حتى يقولك على فين العزم شكده برضو تقوله أصلي العشاء العزم أي عزم على فعل الشيء عزم على فعل الشيء يعني شرع في ايه في تحقيقه ولكن لم يبدأ فيه شخصيا شرع في تحقيق اسبابه يسموه عزم على الشيء ربنا سبحانه وتعالى لا ما اسموهش نية بقى ده اسموه ايه عزم لكن النية لازم الفعل العزم المطابق للفعل يبقى ساعتها النية امتى مع تكبرت الاحرام لأن ده بقى الفعل بقى يبقى أول بقى ما بكبر بقول أنا حصلي العشاء يبقى هي دي بقى النية طيب وقبل كده عزم مش نية شرعية ده يسمى عزم يبقى حقيقة النية هو العزم المطابق للفعل فإن تأخر عن الفعل أو تقدم على الفعل كان عزما أو قصدا سميه عزما أو قصدا لا تفرقش ولازم تقول إيه هو العزم أو القصد المطابق للفعل لازم تقول غالبا لأن فيه استثناءات فيها استثناءات لازم تقول غالبا دي عشان تكمل المعلومة صح لأن انت عندك نية الصوم الصوم يبدأ من إيه من الفجر ويجوز النية من غروب الشمس فيبقى كلمة غالبا عشان نخرج الصوم تيسيرا للناس ربنا خرجها تيسيرا للناس فلو جات أغربة الشمس وقلت نويته صيام غدا انعقدت النية بالرغم من إيه السباب على بداية الصوم واضح يبقى حقيقتها زي ما قلنا القصد المطابق للفعل والفعل اللي هو أول والفرد الفعل المقصود انه ايه أول والفرد الفرد مش أول السنة يعني تشوف ايه هو الفرد اللي أنا حعمله ايه الفرائد في الشيء اللي حعمله الصلاة اول فردها ايه تكبيرت الإحرام لكن رفع اليد مع تكبيرت الإحرام دي سنة يبقى لازم تكون مطابقة لتكبيرة الإحرام مش شرط تبقى رفع اليد تفرقش معايا رفع اليد لكن لازم تبقى مطابقة لتكبيرة الإحرام او مقارنة بها عرفيا يعني يدوب سبقها بلحظة ما فيش فاصل زمني طويل دي حقيقتها حقيقة حكم حكم النية ايه الوجوب نقول برضو غالبا النية واجبة غالبا برضو لاني في استثناءات في استثناء نقول النية في استثناء النفل موجودة ومطلوبة بس هي وقتها ممكن يدخل لكنها مطلوبة لكن يدخل بعد الفجر لكن احنا بنقول النية واجبة غالبا علشان نخرج نية غسل الميت يعني بغسل الميت مش شرط يانوي تغسيل الميت لو بيغسله بشوية المية كده وهو حتى قلبه غافل انعاقل تغسيل الميت واخد بالك فما نقول النية واجبة غالبا لان الميت يجب غسله والنية على المغسل واخد بالك وليست واجب واضح يبقى حقيقة حكم محل محل ان هي القلب مش كده بردو محلها القلب ما للتلفز بيها بدع الملكية قالوا كده بدع بدع يعني ايه يعني مش بدلالة احنا لازم نبقى علماء اللي كل واحد يسمع كلمة بدع يفتكرها بدلالة يبقى لسه ما رحش لازهر ده ارى العلم من الكتب لما يروح بقى لازهر وينظم مخه لما يسمع كلمة بدعة يعني لم تكن مشهورة في الجيل الاول واخد بالك ازاي وينطبق عليها الاحكام الخامسة قد تكون محرمة قد تكون مكروهة قد تكون مباحة قد تكون مستحبة قد تكون واجبة مش كده بردو يبقى منقول بدعة يعني لم تشتهر عن الصحابة انه هو يقف ينوي كده نوية صلاة الدور باللسان كده فهي من حيث العمل بدعة التلفز ده في الصلاة في نية الصلاة ونية الوضوء بدعة لان لم يفعلها الصلاة الشفاء الشفاءية عندهم قال لك النية مستحبة لمن لا يستطيع استحبار القلب الا بتلفز لسانه تبقى تستحب فيه في هذا الانسان لان الوقت لما لما ترأت الاجيال وكسرت عليها مشاغل الدنيا بقى اصبح يصعب عليه استحبار النية بالقلب في لحظة الفعل الا ان يذكر نفسه باللسان فاذا كان المقصد تذكير القلب باللسان فهي مستحبة لانها مقصودة المقصودة هي محلال قلب مش اللسان لكن اللسان يعين استحضارها في القلب لمن يكون قلبه غافل في امور اخرى كثيرة ولي بتحصل الواحد ساعات يبقى مشغول في عمل في بيع وشراء في السوق ومعطاه او طالب طالع من درسته او من امتحانه وشغله وعايز بقى يعني يدخل في عبادة بما كان فيه فلما يستحضر بلسانه بيعين القلب انه يستحضر عشان كده الشفعية عندهم هي بدعة الا انها مستحبة لانها تعين على فعل الواجب وهو استحضارها في القلب كويس وعشان كده قالك التلفز بالنية عند الشفعية سنة مش واجد لو ما تلفزتش بها خلاص يعني انا مرنت نفسي سنين طويل انا وشفعي انا ما بتلفزت بالنية خلاص لانه مرنت نفسي خلاص برفع ايدي كده وانا برفع ايدي عشان اصلي خلاص في قلبي كلنا بحامل وانا قال الله خلاص دي عايزة تدريب الشغلة دي عايزة تدريب لحين ما تدرب نفسك تلفز مش مشكلة ولما يقول الامام والتلفز بها بيدعة مش معناها ما تعملهاش يعني لم تشتهر عن السلف الصالح بس واخد بالك ازاي ادي المسألة طب السلف الصالح ده كان صالح كان قلبه حاضر ده كان بيبقى بيبارز ونيته حضرة لدرجة العدو بتاعه لما ييجي تفف وشه يبطل مبرزته وقال لك لان كده حقتله غضبا لنفس انا كنت الاول حقتله لله يبقى دمع انه مرائب نفسه بقى لانما احنا مش كده احنا تغيرت الاجيال فلما تغيرت الاجيال الاحكام بتتغير بتغير المكلف فلازم الانسان برضو لما ييجي ينقل الفقه للناس ينقله مع مراعاة حال المكلف المنقول له واضح فلا بأس ان الامام مالك يقول لك بدع مش مشكلة الامام مالك ما سؤل عن صلاة الضحى قاله بدع لما تطلع كده في الفقه الملكي في المدونة سؤل الامام مالك عن صلاة الضحى قاله بدع طب الامام مالك ما بيصليهاش كان بيصليه بس يقصد البدعية هي شهرتها بها دي لانه كان في زمانه ييجي وقت صلاة الضحى يلاقي مسجد النبي امتلأ بالناس كأنها صلاة جمعة فلما سؤل عن صلاة الضحى قاله الهيئة دي بدعة كل واحد بيصليه برحته حيث هو محل انما يسيب السوق وييجي يصليه في المسجد كأنها بيصليه صلاة جمعة قاله الهيئة دي بدعة فهمت بقى يبقى مش كل بدعة تخرج من لفظ الفقه يقصد بها التحذير بها قد يكون طرق شيء عند الناس عشان كده ناخد بالنا من الحجالين قد بالك ان الرأي الراجح يختلف باختلاف المكلف برضو يعني انا بالنسبالي بعد ما مرنت نفسي ان انا بنوي من غير ما تلفظ يبقى الراجع عندي ان انا ما تلفظ وانت لما انت مش ملمر عن نفسك يبقى الراجع عندك تتلفظ فيمتري بقى المسألة فلازم الانسان يرعي مثل هذه الامور لان انا المقصد ان عبادتي تبقى صحيحة وانت قصدك ان عبادتك تبقى صحيحة وده قصده ان عبادته تبقى صحيحة هي دي المسألة وعلشان كده ما اوزنش الناس كلها بميزان واحد الناس تتفاوت انت ما بتعلم ابنك الصلاة بتعلموا اشياء تلزموا بيها يمكن هي الشرع ما الزموش بيها لانه في طفولته لازم تعلموا الحكاية دي علشان بعد كده يعتدها بعد ما يعتدها خلاص بعد ما يعرف الاحكام انتهينا هيحط ايه كل حكم في وزنه وهكذا ودي لازم يراعيها الفقيه اللي بينقل الفقه للناس يراعي حال المكلف واضح؟ وعلشان كده لما بنجي بنشرح بنشرح بكل المقاسات لكن الفتوى مش كل المقاسات فتوى مقاسك يبقى انا ما بقولك ان النية محلها القلب والتلفز بها سنة قد يكون التلفز بها واجب عند بعض الناس فيمتني بقى ازاي؟ لما ييجي واحد يسألني يقولي انا ما بقدرش افتحضرها بقلبي يا عم الشيخ خالص الا لما لساني يلعب اقولي يبقى واجب تتلفز دي واحد تاني بيقولي والله انا كده ممكن وكده ممكن اقول له مرن نفسك لحد ما تبقى زي الصحاب ما كانوش بيتلفزه خاطف يقول له الله هو اكبر ويخش بيمتني ازاي؟ معنش كده الفرق بين الفتوى والفقه ان الفقه احكام غير مفصلة على المكلف لكن الفتوى مفصلة على المكلف الفقه قماشة والفتوى تفصيل ادي لك اللي على مقاسة فهمت بقى الفرق بين الفتوى والفقه فاحمل وقت في درس فقه بقولك بقى كل المقاسات كل المقاسات بشرحها لك الفترينة معرورة عليها كل المقاسات وكل الازواء وكل المقاسات دي على فكرة مفيدة بس لما تركب على مقاسة ومش مفيدة لما تروح مش للمقاسة فلازم لما تفهم انك تفدرس فقه انك انت بتتعامل مع كل المقاسات لكن لما تروح تبقى مفتي لازم بقى تدرس كل حالة على حد واضح الكلام ده الفرق بين الفقه والمفتي فليس كل فقه ينفع يبقى مفتي على فكرة واضح لكن كل مفتي لابد يبقى فقه عشان يبقى عنده كل المقاسات ويارى فيه وزن الفرق بين الفقه والمفتي ان الفقه صيدالي عنده كل الادوية لكن ما يعرفش اني دا ويستعمل في اي شيء والمدة تقدي ايه وباي جرعة مع اختلاف حال المريض في امتنى بقى ازاي لكن الطبيب يمكن ما يعرفش كل الادوية لكن عارف بعض الادوية لكن عارف ازاي تستعمل وامتنى تستعمل وباي قدر مع اختلاف حال كمان المريض لو الكلة تعبانة يقول له الجرعة لازم تبقى للنص والتاني الكبد تعبان اه لا دا الجرعة هنا لازم تبقى للربع وانت مريض ما عندكش كبد ولا بتاعي بقى تاخد الجرعة كاملة وتاخد المدة تقدي ايه الصيدالي ما يعرفش الشغلة دي يبقى الفقه صيدالاني والمفتي طبيب فهمت المسألة لشان نبقى فاهمين بس حتى كاد وعلشان كده لما تيجى انت تروح عايز فتوى خاصة بيك ما تروحش الفقه روح لمفتي لان المفتي عد على الفقه وبقى اضاق لكن الفقه الاول وعشان كده احنا لا نهيز مش نحن يعني انا يعني كل ما نعلمونا واحنا بننقل ما تعلمنا منهم برضو ان لا يجوز انك انت تاخد الفتوى الخاصة بيك من الكتاب واضح ما ينفعش زي ما لا يجوز انك انت تاخد علاجك في مرضك من مجلة طبيبك الخاص واضح لكن لازم تروح للمفتي وبعدين تعرض عليه الاحكام اللي في ذهنك تقول لانا عارف ان الاحكام كذا وكذا وكذا وحضرت وقريت وعملت انا حلتي كذا انا اين لي ينسبني يوم يقولك بمرور الكاميران وطول الزمان هتلاقي نفسك انت بقيت تعرف تفتي نفسك مش محتاجه بقى خلاص لان بقيت من كسرة الممارسة بقيت انت تقدر تفتي نفسك لكن في الاول لازم تمر بالمرحلة دي واي انسان لازم يمر بيها الخشوع دي معناه مراعاة نظر الله ليك لكن حضور القلب في اسماء النية انت بتعمل ايه انت مقدم على ايه واضح وهل التلفز في النية ورد في الشرع اصلا في اي عبادة عشان نقول ان دي ببع مستحدثة مطلقا ولا لا دا هي مستحدثة هنا بس في ايه في العبادة دي لكن في عبادات تانية ورد الشرع بايه بالتلفز بالنية ورد الشرع بالتلفز في النية في الحج مش كده برضو بتقول لبايك اللهم بعمر لبايك اللهم بحاج يبقى اصل التلفز بالنية له اصل في الشرع فلما كان له اصل في الشرع فيجوز نقله الى عبادة اخرى بالتلفز لان المقصود تبقوا ليه تلفزنا في الحج بالنية لان الحج نادر ومرة بتعمله في العمر تبقوا ليه لانه تلفز الصلاة لكسرة تكرارها فيشق على العاب لكن مش معنى كده اهملها لان كسرة تكرار الصلاة بتديلك تدريب ان النية اصبحت حاضرة في قلبك على طول من كسرة التدريب انما في الحج بتعمله مرة في عمرك فمحتاج بقى تبقى مركز وبتلبس لبس الاحرام والدنيا زحمة وده بيخبطك وده بيعملك فلابد تتلفز بقى لان عندك اشياء كتيرة ممكن تنسيك انت هتقدم على ايه فهمت فاذا ترأت عليك هذه الاشياء اللي ممكن تنسيك في الحج فعلى شك كده شرع عليك ان تتلفز ترأت عليك في الصلاة كتشوي الزهن واخد بالك يعني انا ايام مذكرتي وايام ما كنت في باكالوريوس وايام ما كنت في الماجستير كنت بتلفز بالني قاعد طول انها راعد في آرة ثم ذاكرة فبروح اجي صلى لقي نفسي كل مخي في المواضيع اللي انا بذكر فيها حتى ما جا ارفع ايدي كده لقي نفسي مشوش ساعتها بقى انا اروح متلفز بالني لان انا ذهني مش راي زي حال الحج بالزبط الحج بيبنى مسافر ومع التأشيرة ومع شيله ولبس الاحرام والاحرام حيفك منه وهو مش متعود يمشي بالاحرام عنده مشوشات كتيرة فالمشوشات دي الشرع عالجها بايه انك تتلفز بالني واخد بالك ازاي فايبقى التلفز بالني مش بدعة مطلقة يعني لم يارد في الشرع صورة من ثور التلفز بالني عشان تقول واضح يبقى حكمها القلب والتلفز بها مشروع كلمة مشروع دي كلمة لطيفة ليه لانها تحتمل بقى الاستحباب والجواز وتستحتمل الوجوب على حسب اختلاف الناس التلفز بها مشروع يعني ورد في الشرع مثل التلفز بالني في بعض العبادات فلما تقول ان ايه ان محلها القلب والتلفز بها مشروع تبقى كلمة دقيقة واضح طيب اذا اختلف اللسان مع القلب ان عقد ما في القلب سهلا بقى لان انا اصلها القلب فعالاصل دور الناس العوامي يقولك ايه عالاصل دور طالما عرفت ان اصلها القلب مش اصلها اللسان فانا مثلا واقف مع تشويش ما بسيط كده عندي فقلت ان اهد صلاة الظهر لكن قلبي بيقول عصر ان عقدت عصر واضح لكن انا لساني بس زي ما تبقى انت اسمك محمد واغلى كده ولك يحمد تعالى انا قصد انت بس انا زلفت لساني فهمت ايه البعض اه في قلب الشعر ما القلب بطن برضا لانه في بطنه يعني غير مطلع عليه ما احنا قلنا النية لها زمن زمنها ايه المطابقة للفعل كل اللي انت بتقوله ده اسمه عزم ويقوفي بساعة الاخارة قرينة الحال دي نية عند الملكية اسمها قرينة الحال دي نية عند الملكية وتصح بها صلاتك في الازمنة السابقة قبل ما تعرف زي التفاصيل انما انت بعد معرفة التفاصيل بقيت عالم فلازم تعالج نفسك فهمت بقى لكن الملكية يكتفوا بالنية بقرينة الحال طالما نواقف الصفوف وبحاز الصف وعارف ان دي عشاء والامام واقف وبقول الله اكبر وراه وبتابعه وحريص ان انا اسمع الحركات عشان امشي وراه ده حد ذاته اسمها نية بقرينة الحال يكتفي بها الملكية والشافعية لا يكتفون به واضح يبقى عرفت ان الخلاف المذهبي ساعة حتى لا تبطل صلوتك السابقة قبل ان تعرف هذا التفصيل فدي نعمة اه اه مثلا السحور في السيام نية يعني فلما انت بتتيقص في وسط الليل كده وانت مش من عدتك انك تقوم تاكل عارف لو واحد متعود كل يوم ينام ويقوم بالليل ياكل يبقى الاستقاظ بالنسبة له اه ما تبقاش نية لانه كل يوم كده هو كل يوم بينام العيشة ويقوم على الساعة 12 بيقول لنفسه ايه هفتان يروح وكله لقمة كده وكمل نوم عدتوا كده كل يوم انا اعرف ناس كده فهمت ازاي فده بالنسبة له استقاظه من النوم ليأكل ليست نية صحور لانه بيعمل كده كل يوم وهم مش ناوي يسوم وعشان كده تعرف ان الفتوى تختلف بقى باختلاف ايه فما تخدش ان ايه ان الاستقاظ من النوم للأكل نية معتبرة مطلقا تقول لا لمن لم تكن عادته القيام من النوم للأكل الا في حال الصيام بس واضح؟ اارته lóg اصبر علي هنيجي فى التفصيل ده احنا السهب نتكلم عن نية الاول عام كدة كلمة عامة كلمة الني عامة ان تصلح بقى فى الزكاة فى الصيام انا بقول لك النية لما تسمع كلمة النية انا ما الاعمال وبالديات وانما لكل امرأ امانوا فيمكن ايه ان كلمة النية دي هتتكرر كتير نئي فى الصلاة نقول النية نئي مش هذه العرف فى الزكاة نقول النية نئي في الحاج نقول النية فهيtleك ايني بقى ازاي فلازم تبقى عارف ايه هي مفردات النية اللي هي علشان تتكون منها النية وإحنا قلنا حقيقة حقيقتها القصد المطابق للفعل والفعل المقصود بأول وفرد ونقول غالبا لإخراج الصوم حكمها الوجود غالبا لإخراج اللي بيغسل الميت واخد بالك ولإخراج حاجة تانية أما نقول الوجود غالبا لإخراج حاجة تانية في العبادات التي لا تشتبه بالعداد هو أنت لما بتيجي تقرى القرآن بتقول نويت قراءة القرآن تعبدا إلى الله تعالى المتغاء ثوابه ولا على طول بتقول أعوذ بالله من الشيطة النجي بسم الله متخش لأن تلوة القرآن عبادة لا تشتبه بغيره فمش محتاجة لنية با فإذا كانت العبادة لا تشتبه بغيرها من العادات لا تفتكر للنية لكن لو استحب لو نويت ما يجرىش حاجة بتقول نويت أسبح الله لأن الله قال أذكروني أذكركم مثلا بالحد بيعمل كده يخش عدو سبحانه وتعالى لأن التسبيح لا يشتبه بالكلام العادي فمش مفتكر للنية لكن الغسل والاستحمام آه ده ممكن واحد يستحمى عشان يتوسخ النهاردة وكان يتجوى الغبار أو أنه عرق النهاردة وممكن يكون للتبرد وممكن يكون لأنه متعود كده عشان يفوق شوية وكبس عليه ممكن يكون بيغتسل عشان الجنابة ممكن يكون بيغتسل عشان العيد في إمتني إزاي في يبقى إيه يبقى إذا اشتبهت العبادة بعادة وجبت النية وإذا اشتبهت العبادة بعبادة وجبت النية فإن لم تشتبه لا بعبادة ولا بعادة لا تجيب النية كمطلق الزكر والتسبيح والصلاة عن النبي دي أشياء ما تحتاجش نية صلى الله عليه وسلم لأنها لا تشتبه بعبادة أخرى ولا تشتبه بعادة واضح لكن إنت لما تمسك عن الطعام والشراب قد يكون ريجيم قد يكون لمرض قد يكون لأنك مالكش نفس تأكل مش كده برضو وقد يكون لأنك صائم يبقى لما اشتبهت مع العادة عبادة الصوم اشتبهت مع العادة وجبت النية عشان ميز لما اشتبهت عبادة وعبادة الظهر أربع ركعات وسنته القبلية أربع ركعات وسنته البعدية أربع ركعات فدي أربع ركعات ودي أربع ركعات ودي أربع ركعات فاشتبهت عبادة بعبادة وجبت النية للتمييز بين درجات العبادة إن كانت سنة أو فرد وبين أنواع العبادة إن كان لكل فرد أنا حصل لي عصر وحصل لي دهر دي أربعة ودي أربعة والعيش أربعة هميزهم إزاي إلا بالنية يبقى إيه تاجبوا النية نقول الوجوب غالبا لإخراج لإخراج إيه بقى ما لا تشتبه بعادة ولا تشتبه بعبادة فلا تجد فيها النية سهلة الحكاية حقيقة حكم محل قلنا محلها القلب زمن 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 النية قلنا أول الفرد ونقول غالبا بردو لإخراج الصوب ونقول بردو غالبا لإخراج إيه لإخراج الصوب كيفية كيفية النية هو التمييز بين العبادة والعبادة وبين العبادة والعادة واضح؟ أدي كيفية التمييز بين العبادة والعادة وبين العبادة والعبادة فلازم أكيف العمل اللي أنا بعمله ده أنا بعمله ده مطلق تطوع والذي سن راتبة والذي صلات ترويح والذي سنة العشة البعدية والذي قيمليل والذي قضاء حاجة والذي استخارة أي كلها ركيتين والذي سنة إحرام والذي سنة طواف أي كلها ركيتين وكلها بعد الفتحة تقول قل يا أيها الكافرون وبعد الفتحة في الركعة تقول الله واحد مثلا فيبقى الكيفية هنا التمييز بين العبادة والعبادة وبين العادة والعبادة كويس كيفية أه مثل أي بين العبادة والعادة زي قلتلك الغسل وزي الامساك عن الطعام مش كده برضو وسطر العورة قد يكون للزينة وقد يكون من أجل الصلاة مش كده برضو حقيقة حكم محل زمن كيفية شرط شرط نية الإسلام فلا تنعقد نية من غير مسلم يبقى شرط النية لازم يبقى مسلم مما أقول أنوي يبقى لازم بكواجه الكلام ده المين لمسلم لكن لو واحد مش مسلم يقوله إسلم الأول بعد ما يسلم يقول أنوي واضح يبقى شرطها الإسلام يعني لو واحد كافر اغتسل بماء النيل ونوع رفع الحدث يترفع منه حدث لأنه كافر تاهمت إزاي مع أنه اغتسل بماء النيل كله أنت مجرد بس بقيت مسلم كوز مية يرفع حدثك يبقى شرط ببركة الإسلام بقى النيل ما يكفيش الكافر يرفع حدثه طالما متلبس بكفر وانت بكوز مية يرفع حدثك ببركة الإسلام ببركة الشهادتين فدي ببركة كبيرة أنك دخلت بقيت من أهل النية واضح؟ يبقى شرطها الإسلام وشرطها العقل العقل لازم يبقى عاقل والمجنون ما لهش نية لأنه مش مكلف أصلا مش كده برضو غير مخاطب لكن لنا كل البلوغ البلوغ ده شرط التكليف الإسلام والعقل والبلوغ ده شرط التكليف لكن احنا نتكلم عن نية إنه الإسلام والعقل بس لصحة نية الصبي وأخذ بالك علشان الصبي نيته صحيحة مش واجه بس نيته صحيحة وعبادته بيساب عليها يعني ممكن الصبي صلي بالناس جمعة ويا أم الناس ويخطب الجمعة مش كده طالما مميز يبقى عبادته صحيحة ولو حد يحجه ينعقد صحيح لا ينعقد فردا له لكن ينعقد سنة له نافلة وهكذا يبقى لازم نقول شرطه إنه الإسلام والعقل في بعض العبادات تسود حاجات بقى تقول مثلا إيه البلوغ زي الفردية شرطه الفردية تقول البلوغ بقى لكي تكون فردا وممكن نقول الحرية ببعض العبادات كحج الفرد كصلاة الجمعة ليكون مكلفا بها ويكمل نصاب الجمعة هتيجي بعد كده تلاقي الحرية أحيانا تبقى من ضمن أجزاء شروط النية ببعض العبادات المنفصلة لكن الشرطين اللي هم مسترقرين في كل النواية الإسلام والبلوغ والعقل إسلام والعقل أتبقى لكم حقيقة حكم محل زمن كيفية شرط مقصود حسن تقول المقصود الحسن إنها تبقى لله خالصة وليس لأجل دنيا أن تكون النية خالصة لله ألا لله الدين الخالف نويته أصلي لكي يرشحوني في رئاسة الجمهورية الله أكبر دي نية تنفع ده من أجل دنيا نويته أقاتل من أجل أن يقال علي شجاع آه ده ما ينفعش يجي يموت نفتك رحنا شهيد لكنه هو مش شهيد مش كده برضه لأنه ما كانش فيها المقصود الحسن واضح المقصود الحسن أن تكون لله وإيه وأن تكون لله يعني خالص وأن تكون لدرء عذاب الله وغضبه كويس كده خلصنا بقى إيه الكلام على النية إجمالا كده نيجي بقى نخش في الوضوء بقى نشوف نية الوضوء إيه التفاصيل الخاصة بيها المتعلقة من المعلومات العامة دي فبيقول أحدها النية وحقيقتها شارعا قصد الشيء مقترنا بفعله فإن تراخ عنه سمي عزما فهمت بقى كلام الشيخ واضح الكلام الشيخ الحمد لله ربنا بيقول على سيدنا آدم إيه ولقد عيدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له إيه عزما أي على المعصية لأن إزاي يبقى نبي ومالوش عزم اللي هو العزيمة والهمة لا بكل الأنبياء أهل عزم وأهل هم يبقى ولم نجد له عزما على المعصية حيث أكل ناسيا وكأن الله بيلتمس له العزم ما يدورش بقى فأثناء العمل لو خلط شيء آخر يقلل الأجر لكن لا يبطله وعلى الإنسان أنه هو يراقب قلبه في أثناء العمل كله علشان يصفي أي تشويش يأتي واضح لو بعد العمل ما والعمل قد على الصحة خلاص إذا كان بيتحدث به وهو أصلا ممن يقتدى بهم من أجل أن يشجع الناس على فعل الخير لا شيء عليه بل يثاب بس لا يتحدث بهذا إلا بعدما يروض نفسه ويربيها الأول حتى لا يكون فيها غرور ولا كبر ولا حب شهرة لكن المبتدئ الذي لسه في قلبه بقايا الدنيا الأفضل أنه هو يسر بعمله وربنا بيقول إن تبدو الصدقات إن تبدو الصدقات أو إيه فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يبقى إن تبدو الصدقات فنعمه كلام لمن يقتدى بهم الذين يفعلون ذلك في الجلوة كالخلوة سواء عندهم لأنهم لا يعاملون إلا الله ده للكمل إن تبدو الصدقات يا كمل فنعمه وإن تخفوها يا من تزكون أنفسكم قبل كمالكم فهي إيه خير لكم فيهمت إزاي فالآية شملت النعين الواصل والمريد وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه هو أول الفرد هو زمنها شفت بقى جايب لك زمنها أول الفرد قال من المضمضة قال النية مع غسل الكفين قال النية مع الاستنشاق قال النية مع السواك قال النية مع البسملة لأنه بيتكلم عن النية المفروضة لكن النية اللي قبل كده دي سنة تهمت يبقى المتوضع بينوي مرتين عند الشفاية مرة في الأول حتى يدخل السواك والبسملة وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق في العبادة يبقى دينية مسنونة ثم ينوي ثانيا فرد هي دينية المفروضة مع غسل أول جزء من الوجه واضح وتكون النية أي الواجبة عند غسل أول جزء من الوجه وأول الفرد أي مقترن بذلك الجزء لا بجميعه ولا بما قبله ولا بما بعده كويس لأنها بتنسحب على بقية الوجه وبتنسحب على بقي الأعضاء واضح لكن لو غسل هو النصف الأعلى من الوجه وما نواش وغير النوع على النصف الأسفل يبقى النصف الأعلى ده لسه ما ارتفعش الحدث عنه واضح لكن لو نواها مع الأعلى وابتدأ يكمل انسحبت على البان وعشان كده أو بغسل أول جزء من الوجه واضح فينوي المتوضع حيقول لك بقى كيفية هنا عند غسل ما ذكر رفع حدث من أحداث هذه كيفية هي تقول لي كيفية أن هي عند الوضوء ينوي إيه يقول إيه يقول إيه بقلبه لأنه محلق القلب وإن كان القلب يعني لا يستطيع أن يستحضر إلا مع اللسان فبلسانه مع قلب يقول إيه بقى رفع حدث من أحداثه أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء أو ينوي فرض وضوء كل دي كيفية مختلفة لنيات صحيحة يعني هو بال أدي حدثه فقال نويت رفع حدث البول ارتفع حدث البول كويس بس بشارك أن يكون الحدث دي يكون آخر حدث فعله بس النية دينية ضعيفة تصح أحيانا ولا تصح أحيانا لأنه عين حدث وترك أحداث إنما يقول نويت رفع الحدث يقول ألف واللم كده لجنس الحدث أو للاستغراق يبقى ترفع كل الأحداث لأنه نحن نتكلم بعد كده على نواقع الوضوء إنها كتيرة مش حدث واحد بس بينقض الوضوء تأشياء كثيرة على شكل كده لو قال رفع حدث من أحداثه المعين صحة إن كان هو آخر حدث أحدثه لأنه إذا ارتفع يرفع معاه البال لكنه وباله ودخل الحمام تبرز ثم لامس امرأة ثم نام واستيقظ فقال نوايته رفع البول حدث البول وعمل أحداث كثيرة بعده لا نواقع تنفعش النية دي تنفعش تبقى تلاعب يقول بقى نوايته رفع الحدث مطلقا كويس؟ قادي النية بالطريقة دي طب في طريقة تانية أحلى أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء دي نية تانية أحلى يقول نويته استباحة الصلاة نويته الوضوء لاستباحة الصلاة لأن الصلاة تفتقر للوضوء أو نويته الوضوء لاستباحة الطواف لأن الطواف يفتقر للوضوء أو نويته الوضوء لمس المصحف لأن مس المصحف يفتقر للوضوء واضح؟ يبدأ وضوء صحيح بحيث لو نوى استباحتي ما لا تصح العبادة به إلا بوضوء صح وضوء لسائر العبادات يعني لو قال نويته الوضوء لاستباحة مس المصحف فلو أن يصلي بهذا الوضوء ولو أن يطوف بهذا الوضوء مش يمس المصحف بس واضح؟ لو نوى وضوء النوم الوضوء للنوم ما ينفعش لأنه دي الوضوء للنوم سنة وليس فرضا لأنه ده سنة أصلاً زي واحد ينوي نويته الوضوء لحضور جلسة العلم واضح؟ فلا يصلي بهذا الوضوء لا يصح لأن جلسة العلم لا تفتقر للوضوء قولاً عند الشفاية وحداً عند الشفاية قولاً وحداً عند الأحناف أنه أصلاً مش فرد في الوضوء يعني لو نوى غافلاً لو تودى غافلاً كده وضوءه صحيح ويصلي به ويعمل كل حاجة لو أنت ماشي كده وسقطت في البحر وأنت مش واخد بالك واخد بالك وكنت جنب طلعت إيه طالي تقدر تصلي عند الشفاية لازم ينوي هو في غط صاني لحظة يبقى أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء إيه اللي يفتقر للوضوء؟ احنا قلنا مس المصح التواف الصلاة في حاجة تانية؟ ما فيش حاجة تانية هم الثلاثة الوضوء اللي تفتقر للوضوء صح؟ أو ينوي فرض الوضوء سهلة نويته فرض الوضوء تهينا وبيغسجن نويته فرض الوضوء لأن الوضوء الفرض يستبيح به الفرض أو نويته الوضوء فقط مطلق الوضوء كده فقط تصح على أوجه تصح على أوجه في بعض الأوجه عند الشفاية ولكن ما ينفع لأنه قد يكون الوضوء ده استباقي يعني إيه تجديد وضوء مش كده؟ قد يكون تجديد لا يرفع حدثا ده للتجديد بس لأنه فيه وضوء صنة ما يرفعش حدث افرد أن أنا متوضي للعيشة وبعدين بعد كده حبيت أجدد وضوءي عشان أصلي صنة العيشة ما يجراش حاجة بس ده ما يرفعش الحدث إنه مرفوع عصم بالوضوء الأول واضح؟ يبقى لو قال الوضوء مطلقا إنه يتشوشت لأنه قد يدخل فيه تجديد الوضوء الذي لا يرفع الحدث لكن لو قال فرض الوضوء فلا يدخل فيه أي تشويش عشان كده لو قال نويت الوضوء مطلقا وجهان وجه يقول لك ينفع وجه يقول لك لما ينفعش فدينية تبعد عنها احتياطا لأن الخروج من الخلاف مستحاب أو الأسئلة دي بقى تيجي في الغسل كويس؟ لكن ما يرفع الحدث الأكبر يرفع الأصغر مندرجا فيه أنا أقول لك برد يعني شو ما سيبكش لكن بعد كده هنعرفها إن الغسل يرفع الحدث الأكبر وبالتالي يدخل مع الحدث الأصغر من باب أولى واضح؟ لا عند المذاهب الأربعة يحرم مس المصحف على غير وضوء في المذاهب الأربعة المصحف مصحف ولا الكلمات يعني المصحف ده المصحف هو جلدة المصحف جلدة المصحف أي يحرم لمسه وحمله لغير المتودد إلا لو كان حيقع عليه شيء أزا وانت عاست الحق هي بس عايتها يحل للضرورة أو عايل صغير بيحبي وحيخش على المصحف ياخده أطعم تشيله مش تقول لما روح أتوضى ترجعت ليه أطعم الحمد لله أرى أن يقرأ المصحف من حفظه على غير وضوء ولو أن يقرأ المصحف من الكتاب من المصحف كده هو مفتوح بعينه دون أن يمس صفحاته وإذا أرد أن يقلب يقلب بسواك ونحب واضح لكن له أن يقرأ ما شاء من حفظه على غير وجود طالما ليس بجنوب واضح لكن عشان يمس المصحف كده أو يحمله لازم يبقى يتوضع عن مذاب الأربعة إلا عند بعض القراء وليس الفقهاء القراء اللهم بيحفظوا القرآن لضرورة مهنتهم لأنه بتعامل مع المصحف طول النهار يعني يحفظ العيال فيصب عليه المحافظة على الوضوء طول النهار يبقى القائم بتحفيز الأطفال للقرآن والطفل الذي يحفظ القرآن له أن يمس المصحف على غير وضوء لضرورة الحفظ ولأنه يمكس مدة طويلة يحفظ أو يحفظ ففي الحالة دي له ذلك للضرورة فإن زالت الضرورة رجع لحكم الأصل برضو هنخش برضو في إيه في الحدث الأكبر اللي هي الحيد يمنع من المكس في المسجد أنتو بتستعجله خلينا في الوضوء هنيجي بعد كده المكس في المسجد اللي هو يحول بينك وبينه الحدث الأكبر هنتكلم في الحدث الأكبر هنخش بالأحداث أصلا لأننا نتكلم لسه في نية الوضوء يعني نحن لسه ما توضناش فمنتكلم هيتنقب إزاي الأول أنه توضى فإيه كيفية النية عند الشفعية أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء أو ينوي فرض الوضوء أو الوضوء فقط أو التهارة عن الحدث فإن لم يقل عن الحدث لم يصح لو قال نويته التهارة كده مطلقا لو ما قالش عن الحدث لا يصح لازم يقول عن الحدث واضح؟ كل دي نواية طب لو قال نويته رفع الحدث وهو دائم الحدث لا يصح وضوء يعني واحد عندهم في الأتريح عنده ثلاث بول عندها استحاضة وبعدين لما ينوي يجي توضع نويته رفع الحدث ده وضوء ما ينفع لأن الحدث مستمر هيرفع حاجة مستمرة تهم؟ دي نيته بقى إيه؟ نويته استباحة الصلاة لأن الحدث مستمر يبقى نيته المعتبرة إيه؟ نويته استباحة الصلاة إنما اللي هو ما عندهوش حدث مستمر لو نوى رفع الحدث صح ولو نوى استباحة الصلاة صح واضح؟ وإذا نوى ما يعتبر من هذه النيات وشرك معه نية تنظيف أو تبرد صح وضوء يعني ونوى النية الصحيحة المعتبرة وقال بالمرة إيه؟ أديني نعنش نفسي برضو ونضف نفسي معاها تيمشي وخي ما فيش مشكلة والثاني غسل جميع الوجه وحده طولا أتفضل والثاني غسل جميع الوجه وحده طولا ما بين منابط شعر الرأس غالبا وآخر اللحيين وهما العظمان اللذان ينبت عليهم الأسنان السفلة ويجتمع مقدمهما في الزقم ومأخرهما في الأذن اللحيين اللول فكرنا التحيينين وحده عرضا ما بين الأذنين يبقى الوجه الوجه لما ربهم يقولوا اغسلوا وجوهكم إيه هو الوجه من منابط الشعر في الأعلى إلى أسفل الزقم واللحيين من حيث إيه؟ من تحت طبوا بالعرض الأذنين يبقى دي الوجه حدود الوجه كده منابط الشعر أسفل الزقم واللحيين وإلى شحمتين الوجه وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته لأنه إيه ربنا أهلك غسل الوجه فلو على الوجه شعر خفيف أو كثيف ما قالش بقى اللحية اللحية الكثيفة لها أحكم تانية يعني أنا عندي في جبهتي شعر كويس واحد كده طالع له شعر كده في جبهته الجبهة العادة أنه ما يباش فيها شعر طالعين على الوجنة بتاعتي شعر في العادة أن الوجنة دي ما يباش فيها شعر يبقى سواء كثيف أو خفيف في الحتة اللي هي لا يوجد فيها شعر معتاد واجب إيصال الماء إلى باطن البشرة واخد بقى لكن الأماكن اللي فيها شعر معتاد كاللحية إن كان الشعر خفيف يعني يرى ظاهره يعني يرى البشرة من أسفله لحد الكثافة والخفة الخفيف تشوف البشرة من تحته ده يبقى يجب إيصال الماء للبشرة والكثيف الكثيف هو ما لا ترى البشرة من أسفل يبقى هنا لا يجب إيصال الماء إليه إلا إذا كانت لحية امرأة واجب إيصال الماء ولو كان كثيفا لأنه يجب عليها حلقها إن نبتت لها لحية كثيفة لأنها لو تركتها مثلة واضح؟ وإذا كان على الوجه شعر خفيف أو كثيف يعني لازم تعرف تقيدها بزينك هنا في أماكن لا ينبت فيها الشعر غالبا كاللحية للذكر وغبالك إزاي؟ يبقى وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحت وأما لحية الرجل الكثيفة بأن لم يرى المخاطب بشرتها من خلالها فيكفي غسل ظاهرها ويبقى فيها سنة التخليل لكننا نتكلمين على الواجد واضح؟ بخلاف الخفيفة وهي ما يرى المخاطب أو المخاطب تنفع الاثنين بشرتها فيجب إيصال الماء لبشرتها وبخلاف لحية امرأة وخنسة فيجب إيصال الماء لبشرتهما ولو كثف ليه؟ لوجوب حلقه في المرأة طب وليه يجب حلقه المرأة لأنها مثلة ولابد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذق لأن في عندنا قعدة ما لا يتم الوجب إلا به فهو واجب يبقى أنا لو أنا عايز أقول أن الوجه هو من منابة الشعر عشان أتأكد أن أنا أصبت منابة الشعر لازم أدخل على الرأس حاجة بسيطة ولو حتى مل مش شرط يعني ما حد يدوش يعني جزء بسيط كده من الرأس علشان إيه؟ لأن إحنا عندنا في قعدة من قواعد الفقه حريم الشيء له حكم ما هو حريم له في قعدة كده بتقول كده حريم الشيء يعني ما يحيط بالشيء له حكم ما هو حريم له ما هو محيط به يعني إحنا بنينا مسجد وحوطناه من خارج المسجد بصور بقى ما داخل السور ده له حكم المسجد يحكر وملي الحائد إنها تمكس فيه واضح؟ لأنه لا حكم المسجد صار حريما للمسجد حريم الشيء لو حكم ما هو حريم له جلدة المصحف مش من المصحف لكنها ليه حكم المصحف فلا تمس إلا على وضوء لأنه حريم الشيء لو حكم ما هو حريم له مقدم الرأس حريم للوجه فلو حكم الوجوب في غسله لأنه لو حكم وجوب غسل الوجه يبقى حريم الشيء لو حكم إيه ما هو حريم له وقعدة تانية ما لا يتم الوجب إلا به فهو واجب وقعدة تالتة أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد فوسيلة استعاب الوجه فمقصد استعاب الوجه لا يتم إلا بأخذ جزء من إيه؟ من الرأس فهمت بقى شوف شوف الكلمة دي البسيطة اللي يليه لكي الأخذ دي داخل فيها كم قاعدة؟ موافقة لكم قاعدة؟ فتبقى كلمة قوية بقى لأنه ديش توافق قاعدة واحدة لتوافق قواعد كثيرة فلا تستطيع أنك أنت يعني تعتبرها أنها حشو كلام بل دا من أصول الكلام واضح؟ والثالث غسلوا اليدين إلى المرفقين فإن لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما اه افرد واحد اتولد دراعه كده مفيش مفصل في النص وكف بنشوفها دي ندرسة بس بنشوف عيل يتولد كده دراع وكف مفيش مفصل حثة واحدة بالطول يبدأ حيغسل قدر المرفق يعني كأنه يجي عند نصف الدراع ده ويكتف واضح؟ بقدره اتقطع فوق المرفق بسبب حدثة أو مرض أو شيء من هذا إذا غاب المحل سقط الفرق إذا غاب المحل سقط الفرق اه المرفق ده إلى المرفقين إذا غاب المحل سقط الفرق واحد عمل حدثة اتقطعت له رجليه يبقى مالوش غسل رجلين خلاص حيتوضى ازاي؟ حيجيب رجلهم لين طيب فهمت؟ اتقطعت راسه مات بقى؟ خلاص مات بقى؟ مات واستريح مننا وربنا يرحمنا ويرحمه إذا غاب المحل سقط الفرق فرد الغسل يعني غاب شخص الخليفة سقطت البيعة مش البيعة ده واجبة على كل مسلم ومن مات وليس في عنقي بايع مات ميتة انجاهلية؟ مش الحديث كده؟ طيب مفيش خليفة عشان يبايع اصلا اعمل انا ايه؟ اتحيل على جار اللي فويا والله ارجوك انت تبقى خليفة وبايعك؟ اهمت ازاي؟ غاب المحل سقط الفرق لو ظهر الخليفة عني بايعهم؟ ما ظهرش؟ مع السلامة الخليفة مش الريس الرئيس ده مش خليفة اهم؟ ده حاكم من حكام المسلمين امير من امراء المسلمين على طائفة من طواقف المسلمين لكن الخليفة ده الشخص العام اللي هو مسؤول عن الامة في امتيني بقى ازاي بجميع جنسياتها ده غاب من زمان لما اسقطوا الخلافة طيب كل اللي ماتوا دول ميتة جاهلية ما ماتوش ميتة جاهلية دول اولية وصالحين وعجمين بالرغم ان هما ماتوا بغير بايع والنبي بيقول من مات وليس في عنقية بايع مات تنمية جاهلية وكان زمان بتوع التكفير والهجرة وبتوع التوقف لازم تدور على بايع يقول لك اهو هتموت كده لازم تيجي تبايع وإلا هتموت ميتة جاهلية ونشأت جماعات التكفير والهجرة وجماعات صالح سرية بتاع بتاع الفنية العسكرية كل مدى كنت طالب وكانوا يسحبوا الشباب بالحديث ده لان ما عندهمش فقه لكن انت ترد عليه على طول تقول له ايه اذا غاب المحل سقط الفرد بس وتحل الاشكال والرابع مسح بعض الرأسي ما مش هو هاجي بيغسله بيغسله ليه بيركب طرف صناعي ده طرف صناعي دي مش ايده ملاحش حكمها يعني لو لمس بطرفه الصناعي امرأة انتقد ودوه ما هو الطرف الصناعي ده ما هو الطرف الصناعي ده حكمه حكم البنطلون اللي لابسه يبقى لو تنجس يغسله يا اما يخلعه ساعة ما يصلي حكمه حكم البنطلون في امتين ازاي بس استغراض واحد لا يستجسع يتوجد قيمة انت الزارة هتخلوني أخلص فرود الودوء انا كنت تخلص له وخلصوك الودوء كل انا اخلصوك الفرود بس يلا قول بس لا انا لا اتوجد انا ماذا اكسر ياد انت جنسيتك ايه ازربيجان ازربيجان حنفي ولا شفعي انا كنت هنا في حناط الشافعي اصل هناك الازربيجانيين معظمهم حنفيين اعنى ومعظم لو أنت جيت هنا جنب الإمام الشافعي أنا لا أستطيع أن أترضى أنا حتى في التيمم يعني لا أستطيع أن أتيمم يعني ما زال فأنا هتيجي هتيجي اللي هو إيه فاقد الطهورين اللي أنت بتقولها ده اسمه إيه فاقد الطهورين لا يستطيع الماء ولا يستطيع التراب يعني لا يرفع في التيمم ولا يعرف يتود زي وجه محروق وكفي محروقين ونأخذ بالك والده كتر قال له لأتجيب عليها مية ولا ينفع يجيب تراب وإلا حيلوس إيه الحار دي كتير بتقبل واحد بخ عليه نار فكفها بإيده فاتحرقت إيده وخد الهبوة على وشه فاتحرق وشه بنشوفها كتير كل يوم في المستشفى فده اسمه فاقد الطهورين يصلي على حاله عند الشفعية يصلي على حاله وعليه القضاء بعدما يخف طيب يصلي على حاله ليه طالما حيقضي يقولك لإدراك الوقت لإدراك حرمة الوقت ولما يخف يحسب خف بعد شهرين يعيد صلاة شهرين لإدراك الصحة واضح فإن أصيب أصابته جنابة يصلي على حاله ولكن يقرأ الفاتحة فقط لضرورة صحة الصلاة لأن الجنوب لا يقرأ القرآن لكن لهم لم تصيبوا جنابة يصلي على حاله ويقرأ الفاتحة وصورة تفاصيل هتيجي بعدين واضح يسمو فقد التهوري سلوك كده وحطوك في كابسولة فضائية لقيت نفسك على سطح الأمر أنت ما ينفعش تتيمم على أرض الأمر لأنها ليست هي الصعيد الذي أجازه لك الشارع الشارع أجاز لك الصعيد اللي هي الأرض اللي أنت عايش عليه لو رحت زحل المشترى رحت الأمر ما ينفعش تتيمم بهذا الصعيد لأنك أنت متعبد على هذه الأرض بهذه الأوامر تبقى فقد التهورين تصلي على حالك وما تيجي كوك بالأرض إن شاء الله تعيه لللي فاتح ها ها يسمو فقد التهورين اسمو فقد التهورين هم الدولوا مية على قد شربه بس في الأمر ما يدفش يستعملها في القضوء فهمتني إزاي؟ يبقى حيصلي على حالك علقوك من رجليك أو إيديك زي ما كانوا بيعملوا بيعذبوا المسلمين في السجون ما أخذ بالك وجاء عليك فرد واثنين وثلاثة عايز تصلي فقد التهورين تصلي على حالك إلى غير قبلة كمان كمان واضح؟ وبعدين أما يحنوا عليك وينزلوك إن شاء الله واخذ بالك ويتقوم الثورة ويلغوا أمن الدولة ها إيه بقى عيد الصلاوات فهمت بقى المسعدات يعني ليها صور كتير خلينا احنا والثالث غسل اليدين إلى المرفقين فإن لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما طب افرد أطعوا إيده في النص هنا وعنده حتة لسه تحت المرفق واجب غسله لأن الميسور لا يسقط بالمعصور قاعد الميسور لا يسقط بالمعصور لأن الباقي الفرد موجود باقي محل الفرد موجود فده متيسر فلا يسقط بالمعصور وهو الجزء الغائد واضح؟ ويجب غسل ما على اليدين من شعر وسلعة سلعة اللي هي ورم يعني حاجة ورمكة أي حاجة بقى الأورم أسبابها كتيرة بقى تخش في الطب إنه أقول لك نيو بلاستيك وكون جينيتل وإنفلاماتري وإنفكتب وشغلانة بقى لكن اسمه إيه سلعة ورم واحد تلع الورم ونسأل الله اللي أنا ولكم العافية بقى إيه موجود في موضع الفرد واجب غسله هذا الجزء الوارم واضح؟ واصبع زائدة مولود بصوابع زيادة واجب غسلها لأنها في محل الفرد تاخد حكمها وحنيجي في تفاصيل بعد كده هل ينتقد الوضوء بلمس؟ هذا الأصبع الزائد للمرأة؟ ولا لأ؟ لو قالك إن كان على سمت اليد ويتحرك بحركتها انتقد وضوءه وإن كان ليس على سمتها أو يتحرك بجلدة لا ينتقد الوضوء باللمس فهم؟ كل دي تجي لك تفاصيل بعد كده واصبع زائدة واضافير والدوافر كمان يغسله ويجب إزالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء إليه والرابع مسح بعض الرأسي من ذكر إنه وأنثى أو خنثة أو مسح بعض شعر في حد الرأسي لازم الشعر اللي يتمسحه بحد الرأس ما يبقى الشعره طويل كده أو امرأة شعرها نازل كده تروح مسح على الحب أو عندها دفيرة أو أنت عندك دفيرة والنبي كان له غدائر صلى الله عليه وسلم دخل فتح مكة ولو أربعة غدائر صلى الله عليه وسلم يعني دفائر فلما تيجي أنت تتوضى ما يبقى الشعرك الزائد عن محل الرأس هو اللي تمسحه بل لابد لتمسحه شيء من الشعر محاذي لموضع الرأس واضح؟ طبعا مانع كل ما كان جرما يبقى مانع ما كان لونا ليس بمانع ميكروكروم حنة بتاع ده مش مانع لكن ما له جرم يعني طبقة يبقى ده مانع والرابع مسح بعض الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى احنا عندنا بعض الرأس والبعض هنا أو مسح بعض شعر في حد الرأس أقل عند الشفعية ثلاث شعرات عند الشفعية وأقل عند الأحناف بقدر الكف ماذا كده؟ ربع الرأس وعند المالكية استيعاب الرأس ده واجه هو الوجب والصن كل الرأس وقالوا أن الباء ليست للطبعيد مسحوا برؤسكم الباء للإلساق والشفعية قالوا الباء للطبعيد واضح؟ ولا تتعين اليد للمسح بل يجوز بخرقة وغيرها مش ترتب إيدك ممكن بإيد اللي جنبك يعني فرد واحد كبير رجل كبير وقال ابنه وضيني يا ابني ابنه يروح مسح له على رأسه تمشي واخد بالك أو بخرقة أو بعصاية أو بغير مسح الدنيا بتمطر هو قاعد يتوضع بعد ما غسل دريعته واخد بالك أمنوا أن المطرة دي تبقى هي دي مسحة خلاص تمشي فهمت إزاي؟ كل ده ماشي مش شرط يعني يد الدلك لأن الدلك سنة هيجي لك بعد كده الدلك سنة يعني لو الدنيا مطرة زي اللي بتشوفها في الأفلام بتاعة الغرب دي في أوروبا لأن المطرة كأن حنا فيها مفتوحة فهم ممكن تقول بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم من قوية الوضوء يعني كده بتعمل دريعتك كده وكده هو ورجلك كده ورجلك كده وتخش تصال مش شرط دلك خالص فهمت المسألة؟ مش شرط دلك خالص الدلك ده سنة ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها جاذبر يده مبلولة وحطها كده تيمشي بر الشرط المسحي والخامس غسل الرجلين إلى الكعبين إن لم يكن المتوضئ لابسا للخفين يبقى ليه الغسل؟ فإن كان لابسهما بالشروط اللي حنقولها بعد كده واجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلين وهم داخل الخفين واضح؟ ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعة يعني ورن برده وأصبع زائدة كما سبق في اليدين والأظافر برده نفس الحكاية والسادس اللي هو آخر حاجة النهاردة هو آخر حاجة في فرائد الوضوء والسادس الترتيب الترتيب في الوضوء على ما أي على الوجه الذي ذكرناه في عد الفرود فلو نسي الترتيب لم يكفل ولو غسل أربعة أعضاء دفعة واحدة بإذنه ارتفع حدث وجه فقط كويس؟ يعني اتفق مثلا مع إيه؟ مع أربعة قال لهم أنا أول ما أقول لكم واحد دين تلاتة كله في لحظة واحدة يغسل العضو بتاعه أنت بسؤول عن الوجه وأنت بسؤول عن الدراعين وأنت بسؤول عن الرأس وأنت عن الرجلين وقال واحد دين تلاتة غسلنه ودفع واحدة ارتفع الحدث عن الوجه بس لأن لابد أن يبقى في لحظة لطيفة يتأتى بها الترتيب لابد أن يبقى في لحظة لطيفة يتأتى بها الترتيب واضح؟ يعني لو غتس وطلع في لحظة غير لطيفة ونوى ارتفع عن الوجه بس لكن لو مكس لحظة لطيفة تأثى بها الترتيب يبقى يطلع متوضي واضح والله تعالى أعلى وأعلم ونقف عند هذا الحد سبحانك اللهم وبحمدك الله يكرمك يا سيما الله يعفوه سبحانك اللهم وبحمدك نشاهد وأنك نستغفر مكتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد